ساي ايس تلك ديس ها ديس داف ما هو ساي ايس الذي يخوّلني أن أدرس بقلب الجامعة الألمانية وما هو ساي ايس الذي يقدر أدمه عن طريق المدارس لأقدر أحصل على الإقامة الدائمة التفاصيل بكمالة الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم أخواتي؟ إن شاء الله بخير رجعت اليوم بفيديو جديد لأشرح أنوال ساي ايس بشكل كامل إما لأمور الإقامة الدائمة أو لأمور الجامعة سأبدأ بأمور الجامعة وأقول بسم الله الرحمن الرحيم الجامعات تعترف بثلاثة أنواع من الساي ايس اللي هو تلك هوخشولة هذا فحص مقدم من تلك تكلفة الفحص تتراوح بين 140 إلى 220 يورو على حسب المركز الامتحاني اللي أنت عم تقدم فيه الكورسات ممكن أنت تأخذها بداخل الهوخشولة أو الوني بيكون الكورس بيتسفاي تساي ايس أو ربما تساوي بالفاوه اس بيكون الكورس تساي ايس حتى الجامعات ممكن إذا أنت معك بيتسفاي تساوي لك فقط تساي ايس لما تكون انت بداخل الجامعة بيكون الفحص مقدم للجامعة مجانا طبعا وبتأخذ كمان كرت مواصلات لكامل المقاطعة أما لما تكون بالفاوه اس فبيكون الكرت بين مدينة بين بيتك وبين المدرسة هاي بالنسبة للكورسات وبالنسبة للكرت شو هي علامة النجاح بالتساي ايس هوخشولة أول شي لشغفت لشتسعة وتسعين علامة للموند لشتسعة وعشرين يعني يجمع ان يكون مية وثمانوعة وعشرين علامة بس تجيب هاي العلامات وتقدر تحصل على الشهادة وتدرس برقم كتير كبير من الجامعات المعترفة بهذا الفحص رقم اثنين هو الدي اس ها كورس مقدم من أغلب الجامعات الألمانية وفحص معترف فيه عند رقم كتير كبير من الجامعات الألمانية إذا مو كله في القسم الثلاث أقصام لما انت تجيب يعني معك تساي ايس وتقدر تدرس بالجامعة اللي انت قدمت فيها الفحص ليش عم قولي قدمت فيها الفحص لانه ربما انت تساوي الفحص ببون وتحصل على الشهادة وتروح بدك تدرس بهاي الحالة هن ربما ما يعترفوا بهاي الشهادة لانه كل جامعة الى نموذجها الخاص هي اللي بتحطي الاسئلة على كيفها وبتعرف المستوى اللي هي عم تحطه فمو ضروري انه يكون معك دي اس ها مثلا من بون او من كون او من دوسلدورف وتروح بدك تدرس ب هنوفر او ب هامبورغ ويقبلوك فلذلك نصيحة اللي بدو يدرس بقلب جامعة وبدو يقدم دي اس ها يشوف الجامعة اللي بدو يدرس فيها ويقدم الفحص فيها ويكمل فيها مشان مايروح وقت فصل او فصلين ربما بينما يلاقي كورس جديد او بينما يلاقي موهم موعد فحص وربما كتير الجامعات ما بتقبل ان انت تساوي فحص بس وربما تقل لك ساوي كورس بتختلف من جامعة لجامعة ومن منطقة لمنطقة هي بالنسبة للدي اس ها وبدو يضيف شغلة كتير مهمة عليها في الاخ سليمان ابو غيدة اكيد الكل اللي بيعرفوا الله يزيل الخير عم يتطلع او عم ينتج فيديوهات عم يساوي فيديوهات كتير ممتازة لأمور اللي بغيف كيف بتكتبها بالدي اس ها والمخططات اللي بتحكي عنا بالدي اس ها بتوصيف الفيديو بتقدروا تلاقوا رابط القناة تابعه واخر الدروس عم ينزلها على الدي اس ها فعلا الله يعطيه العافية شيء كتير كتير مفيد رقم الثلاثة ايضا هذا الفحص نقسم ثلاثة اقصام يعني 12 علامة هو البيت 16 علامة هو البيت 20 علامة هو البيت لما انت جيب الفيه يعني جيب 16 علامة انت صرت مؤهل انك تدرس بقلب الجامعة هذا الفحص مو ضروري انت تساوي بهاي الجامعة وتروح مثلا تدرس بهاي الجامعة فيك مو مثل الدي اس ها يعني انا فيني اقدم هذا الفحص بيبون وروح ادرس بي هنوفر لو هي بتقبل هاي الشهادة طبعا مثل ما الكل اللي بيعرفون كل جامعة الى قوانين الخاصة فالواحد لازم يسأل بالجامعة قبل ما يعرف شو بده يقدم فحص مشان ما يروح وقت على الفاضي هلا حق الفحص يتراوح بين ال175 يورو ل ال190 يورو وحق الكورس التحضيري 500 يورو في حال ما لقيت منظمة تدفع لك حق الكورس وحق الفحص ربما انتك انت تدفعه من جيبتك الخاصة كثير جامعات بتدفعه وكثير من منظمات بتدفعه بس في ايام سبحان الله ما بتتيسر مع الشخص بتدفعه من جيبته في حال ايضا جبت انت علامة منيحة بالفحص كتير رقم كبير من الطلاب اللي بيجيبوا علامة كبيرة وفي منظمة دياقوني اكيد الكلب يعرفها بيتكفل وبيحق الفحص اذا عمرك تحت 27 سنة هيك بهاي الحالة انا بكون نهاية انواع التساينس المقبولين لدى الجامعات الالمانية ولدى الهوخشورة هلأ في سؤال كتير مهم ببينطرح بقلب المجموعات وبين الناس هل تساينس غوتي معترف في لدى الجامعات او لا للأسف التساينس غوتي غير معترف فيه لتدرس بقلب الجامعة عن طريق نظام غوتي او عن طريق فحص غوتي لازم يكون معك تساينس فايم واكيد الكورس غالي انا سيحكي هلا عن حق الفحص حق الفحص يتراوح 190 يورو للميتين وخمسين يورو ربما اذا انت مشارك بكورس تدفع حقه او اذا ما لك مشارك بكورس بتجي على المعهد غوتي تحجز موعد او عن طريق اونلاين تدفع 250 يورو لازم تجيب 60% من العلامة الكاملة حتى تقدر تحصل على شهادة تساينس فاي المعترف فيها عند الجامعات لتقدر تدرس على اساسها بأي جامعة بدك ايها او بأي هوخشولة سؤال كتير صعب اني قدر جاوب عليه لانه هو بيختلف من منطقة لمنطقة ممكن مناطق تقبل تساينس العادي المقدمة من المدارس العادية ممكن لا يلو لك بدنا تساينس تلك وخشولة او تختلف من منطقة لمنطقة فنحنا بغينا عن هذا الحكي ما ها نفوت بجدال انه هذا مقبول ولا لا بس انا بحثت على النيت على مدارس بتقدم تساينس عادي بشهادة عادية غير معترفية لدى الجامعات اول واحد هو الانجوش سنتر بي هامبورغ هذا فحص تدفع ومية واربعين يورو اذا انت كنت مشاركة بكورس ومية وتسعين يورو اذا انت مالك مشاركة بكورس لازم تسجل قبله بخمس اسابيع وحق الشهادة خمسة يورو في حال اشتست الفحص بيصير معك شهادة تساينس وربما تكون مقبولة بقلب الاستندر كل واحد معه اقامة ثلاث سنين ويقدم على اقامة نائمة المفروض يروح يسأل بي المنطقة اذا هذا تساينس مقبول ولا لا هذا اول واحد وعندك ايضا مدرسة ببرلين اسمه دينويا الشولة بتقدم هذا الفحص وبتاخد شهادة تساينس عادية تكلفة الفحص اذا كنت مشارك بالكورس 100 يورو بس بهاي المدرسة في ملاحظة جدا مهمة اذا انا مالك مشارك بالكورس بدي روح قدم فحص فانا بيحطوني على قائمة الانتظار ربما كتير كون مسجل بفحص وما يخلوني يقدم لانه في ناس ما تنازلت عن حقه بالفحص يلي عم يساوي الكورس فهون انت محطوط على قائمة الانتظار بتكتحط ببالك ربما كتير انه ما قدم الفحص بالموعد اللي انا حاجزه وطبعا بيرجعو لك المصاري او بخلو لك المصاري لفترة تانية اذا انت بتقدم عندك رقم 3 هنوفر مدرسة ايضا تقدم فحص C1 وتحتل عن طريون على شهادة C1 سرتيفكات من هذه المدرسة لكن في هذه المدرسة اذا تفوت على الموقع تلاقي مكتوب تحت انه اسأل على الجهة التي تقدم عليها هل هذا C1 مقبول او لا حق الفحص 205 يورو اما ببرلين او بيبون حق الفحص ما يقارب 220 يورو واذا بدك شهادة بنفس اليوم تدفع 10 يورو زيادة وبتاخد الشهادة هذه المدرسة بالذات تقدم لك كورس بسيط ومخفف لمدة 4 ساعات بتعرف بهذا الكورس ممكن يجيك نموذج شو هي الافكار اللي ممكن تجيك شو هي المواضيع المتداولة بهذا الفحص بشان ما تفوت من 13 بالذفة يعني هاي المدرسة نوعا ما جيد لانه فيها كورس عبارة عن 4 ساعات بيساعدك كتير لتجتاز هذا الفحص بشان ما تتكلف بحق كورس كامل ببقية المدارس اللي انا ذكرتها هيك بهاي الحالي انا بكون نهاية الفيديو وشرحت عن انواع بشكل كامل اما لأمور الاقامة الدائمة او لأمور الجامعات اي سؤال حطولي ضمن التعليقات بتلاقوا بتوصيف الفيديو كامل روابط المدارس اللي حكيت عنها وحتى لحط نمازج للديس ها للديستاف للتسي اينس كل واحد يشوف النموذج اللي بده اياه مثلا يشوف الفرق بين الصعوبة هاد وهاد وهاد ولحط مثل ما ذكرت روابط المدارس اللي حكيت عنها بشان لتسي اينس العادي وهلا لحق لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة